اشتركوا في القناة القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملف للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم والله أعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة